الآن إلى الجزائر شكراً سيد الرئيس هذا بياننا الأول كعضو منتخب في مجلس الأمن وأود أن أشدد على التزام الجزائر الكبير بالمساهمة بشكل ناشط في مهمة المجلس وهي صون السلم والأمن الدوليين اسمحوا لي بداية أن أتقدم بخالص التهاني إلى فرنسا على ترأس مجلس الأمن لشهر يناير لكم أن تعولوا على دعم الجزائر كاملاً أثناء هذه الفترة الحاسمة بالإضافة إلى ذلك نعبر عن عميق امتناننا للأكوادور على قيادتها التي تستحق أثناء لأنشطة المجلس أثناء شهر ديسمبر أود أيضاً أن أتقدم بخالص الامتنان إلى السيد خالد الخياري والسيد أرسينيو دومينغيس على إحطتهما الوفيتين التي وفرت لنا تفاصيل مهمة حول التطورات الأخيرة في المنطقة السيد الرئيس هذه التطورات لها تبعات كبيرة على الأمن الاقتصادي والبحري في المنطقة وما بعدها نعترف بأن البحر الأحمر يشكل ممراً أساسياً لتجارة العالمية وهو مسؤول عن حوالي 15% من الأنشطة البحرية العالمية وحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر يكتسي أهمية كبيرة للعالم بأسره بالتالي برأينا فإن التطورات الأخيرة في البحر الأحمر يجب تحليلها ضمن إطار إقليمي شامل أولاً تواجه المنطقة حالياً مرحلة عصيبة فيها غياب للإستقرار وأحتمال لتشاعب النزاع إقليمياً في أي لحظة بالتالي من الأهمية بما كان ممارسة ضبط النفس والامتناع عن تصعيد التوترات لمنع نشوب أي نزاع إقليمي تكون تبعاته لا يمكن السيطرة عليها ثانياً البوارد الإيجابية تظهر في اليمن من خلال جهود المبعوث الخاص المتفانية والذي حصل على دعم من الأطراف المحلية والأطراف الإقليمية من الضروري الإبتعاد تماماً عن أي تدابير قد تؤدي إلى تبعات تصاعد التوتر في اليمن بحد ذاته وتقود الجهود الكبيرة التي يبذرها المبعوث الخاص ثالثاً تقع المسؤولية الأساسية عن ضمان الأمن البحري على عاتق الدول الساحلية فهي الأكثر جهوزية لضمان أمن هذه الممرات البحرية الأساسية في هذا الإطار نذكر بإنشاء مجلس الدول الخليجية والأفريقية على ساحل البحر الأحمر والخليجي عدن كإطار لخدمة الأمن والمصالح الاقتصادية في هذه المنطقة البحرية الاستراتيجية بالتالي أي جهود مشتركة لا تشارك فيها بشكل ناشط الدولة الساحلية المعنية لن تكون كافية ولن تحقق النتائج المرغوبة أخيراً التحليل الشامل للإدارة الفعالة لأي حالة يتطلب فهماً للواقع الجغرافي والتاريخي بالتالي فإن معالجة الأسباب الجذرية التي تعرقل الأمن البحري أساسي لضمان استجابة فعالة وسريعة وكفوة ترجمة نانسي قنقر